اشتركوا في القناة فإحنا كنا عارفين من قبل كده أن السفر زكريا 14 أصحاح فإحنا خلاص قدامنا أصحاحين تاني وننهي السفر زكريا السفر الجميل الممتع اللي حقيقي يعني أنا شخصيا استمتعت جدا جدا كل مقرأ فيه أكتشف كنوز كل مرة جديدة وجديدة وأكيد كلكم طبعا انبسطتوا قوي بدراسة هذا السفر العظيم الجميل سفر زكريا مكون من 14 أصحاح أول ستة عبارة عن ستة اتنين ستة أول ستة بيتكلموا على رؤى رب المجد وراها لزكريا بتتكلم على مجيئه إلى العالم وخلاص وفدائه وبعد كده فيه إصحاحين تانيين بيتكلموا على الصيام وبعدين فيه ستة إصحاحات تانيين بيتكلموا على نبوات مسيانية يعني إيه يعني نبوات بتكلموا على مجيء المسيح النهاردة في الإصحاح الاثناشر بتكلم على أرشاليم بقى الجديدة اللي هي مين أرشاليم الجديدة؟ فيه جزئين فيها شقين فيها الشق الأول هي أرشاليم الجديدة اللي هي لما هتتبني ربنا بيطمن زكريا وإنه ما يخافش وهتبقى البلد أقو وقعدها مش هقدروا يوصلوها ومعنى تاني الأباء خدوا لقوه قوي جدا على إن أرشاليم الجديدة هي الكنيسة بقى فهنشوف الإصحاح ده عبارة عن ثلاث أجزاء الجزء الأولاني بيتكلم على إيه على إني في ثورة هتقوم ضد الأرشاليم الكنيسة لكن ربنا حميها ومسكها فتعالوا نشوف النبوة دي بتقول إيه من عدد واحد يقول وحي كلام الرب على إسرائيل وحي كلام الرب على إسرائيل كلمة وحي هنا بمعنى كلام تقيل وعقوبات وشدة هتيجي على أعداء الكنيسة في الوقت الأخير فبيقول فيها إيه وحي كلام الرب على إسرائيل يقول الرب مين هو بقى الرب ده كأنه بيأكد أن مهما حصل وشوفنا من التحاضات لكن في إلهنا القوي فيه مين هو بقى يقول رب باصط السماوات يعني هو عمل إيه باصط السما كلها هو العمل ومؤسس الأرض عشان كحدش يقول إني إن السما والأرض ديت من أي حد تاني there is one creator هو العمل دا كله stretch the heaven and establish the foundation of the earth اللي هو أسس الأرض وعمل إيه كمان ربنا تاني وجاب الروح الإنسان في داخله and form is the spirit of man within him he created the man and he bought his spirit inside the man عشان كده الإنسان هو مخلوق إلهي مخلوق إلهي you are a divine creation because the spirit of God inside you روح ربنا موجود جواك جواك فهو he leads you ويقودك وبيخليك تتحرك فهنا في العدد واحد زكريا بيريأكد على إيه على إن إلهنا دا هو اللي خالق الكون كله وهو رب السماوات ومؤسس الأرض ولا خلق الناس هتخاف من إيه بقى what is the reason of your fear there is no fear because your God is the creator stretched the earth stretched the heavens stretched out the heavens and lay the foundation of the earth and form is the spirit of man within him سمحوني معلش ممكن أقول شوية حاجات بعض حاجات انجلش عشان في ناس قادر معنا انجلش speakers فيعني I try to make it easy for you أوكي العدد التاني بيقول إيه بيقول ها أنا زا أغعل أرشاليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها يعني يعني اللي هيروح يفكر يقرب من أرشاليم علشان يستمتع بالشرب فيها أو يعني أزاها أنا هخلي الوين ده يتحول إلى كأس ترنح هسكرو بدل ما هو هيبقى مبسوط إنه هو بيحطم الكنيسة أنا أخليه هو اللي أنستيبل أخليه هو في العدد في verse 2 ورسالة يا رسالة إنسيست that I will make Jerusalem as a cup of drunkenness to all the surrounding people the people who try to attack the church and be happy when we drink and be happy that the church destroyed He will convert this cup into the drunkenness يخليهم كده go unstable يجبهم unstable instead to be happy ده معنى أن ربنا ما تخافش فيش حد يقدر عليك There is no one can hurt you Because our Lord God make Jerusalem It means me and you وإيضا على يهوزة تكون في حصار وإيضا على يهوزة تكون في حصار وإيضا على حصار أرشاليم يعني إيه يعني في الأيام الأخيرة في الفترة الديئة الأخيرة هيجوا الأعداء يحوتوا أرشاليم فالنبوة دي تتكلم على الفترة ديئة فهذه ستكلم عن the great tribulation before the second coming of our Lord Jesus Christ So he told Jerusalem don't be afraid in the time of they lay seas against Judah and Jerusalem So this is the message of God So when everything will happen that we remember that God says in Zakkariah about all these things فربنا قلنا على الحاجات دي كلها وما نبقاش قلقانين عدد ثلاثة يقول إيه ويكون في ذلك اليوم إني أجعل أرشاليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب عارفين يعني إيه حجر مشوال يعني إيه يعني حجر تقيل قوي قوي اللي بيفكر نشيل أرشاليم وشيل ولاد الكنيسة ويرميهم هم حجر عليها يسحقوا So our Lord God said that it shall happen to that in the days that I will make Jerusalem a very heavy stone for all the people the people who want to take the church and take the believers as a small stones he will make his believers as a heavy stone so instead of throwing it out the heavy stone will crash them so the church finally will get over and against all the nations persecute the church للأجعل أرشاليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب عشان كده بيكمل وكل اللذين يشيلونه يعني إيه لما يفكر إنه هيشيل أرشاليم عشان يعمل إيه فيها يرميها ويدرابها ويبهد الأولاد والأولاد الكنيسة كل اللذين يشيلونه ينشقون شقا and all the people who would have heave it away will surely be cut in pieces it means that God will give his believers the power to overcome to conquer all the enemies of the church instead of they considered them like a cup of happiness it will be cup of drunkenness and instead of a light stone they can throw it out it will be heavy stone on them and this stone will crash them and lay and lay surely be cut in peace throw all nations of the earth are gathered against against it actually literally it talks about the time of great tribulation before the second coming of jesus christ but actually we cannot make it spiritually for the enemy of the church who is the enemy of the church the devil and the people the devil used to attack them with that church so فهمين الاعداد دي يا جماعة ربنا هنا بيقول ايه بيقول ارشاليم انا اخليها الحجر من شوال يعني ايه الكنيسة في حماية مين في حماية ربنا فالفرس 1 who's got and verse 2 and 3 he will use the way the enemy who wanted to attack the church he converted the way into the church conquered هيخلي الناعداد تنتصر بيها وتنجح بيها عدد اربعة يقول ايه بقى فيها عدد اربعة في ذلك اليوم يقول الرب اضرب كل فرس بالحيرة يعني ايه اضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون وافتح عيني على بيت يهوزة واضرب كل خيل الشعوب بالعمى يعني ايه in that day says the lord i will strick every horse with confusion so god will he has everything he has his believers he will protect them and he will destroy the enemies so destroy the enemies for what number one the horse and the number two the horseman rides the horse so we can make it like literally the horse remains to any anything they use against the church any weapon and anything and that the believers like they are like the rider of the believer the rider of the horses sorry so he said that and it's rider with madness it's very dangerous خطير قوي لما تلاقوا الخيل تبقى madness there is no stable اللي قاعد فوقها مش هيعرف ايه he can't control الفارس فربنا هنا بيقول ايه بيقول ما تخفوش اي فارس هيجي عليكم ويحوط عليكم انا هخلي يحصل ايه فيهم يحصل لخبطة فيهم كلهم ايه اللي هيحصل اضرب كل فارس بالحيرة يبقى مين بقى يبقى every horse will be struck with confusion and its rider with madness so the rider has a madness and the horse has a confusion my eyes and open my eyes on the house of judah so دواعد حلو اوي this is a good promise that his eyes is open to protect us and will strike every horse of the people with blindness اي خليك من اعمى you imagine the horse blindness and madness so there is unstability total unstability for the rider and for the horses يعني كده ربنا بيقول ما تخافوش مهما حصل وحاولوا يقوموا عليكم في الكنيسة يبقى الكلام ده ايه the prophecy there is two three levels of the prophecy the first level انا قلتلكم قبل كده اللي هو ايه literar literal explanation it means that what is this means to Zachariah 500 before Christ when they read when they listen this prophecy what can they thought about and number two the second level messianic level messianic level means that this prophecy refers to Jesus Christ and his relation with the church at any time and the third level is the spiritual level what it means for you today there is enemy against you yes there is a devil against you yes but god told us that he will take care of everything so this is a good promise لنا جماعة كل تخلينا كلنا مطمئنين حسين ان ان مفيش مشكلة تحصل لنا ربنا مسك بأيدينا sometimes المركب بتتهز don't worry ده معتاد when you read the bible our lord jesus christ and his ministry he writes the boat with the disciples and the wind and the storm is very high so when god in your life don't worry maybe the wind is high maybe the waves is very strong but you have god inside that so he said to his disciple don't fear i am with you maybe at one time you can't find money you can find your financial issues has a big problem so you have not enough money there is a problem in work there is a problem in your house don't be worried this is the storms when you believe in god and hold fast in him he will overcome you he will take you above all these waves هو معاك المشاكل بتحصل لكل واحد بس في واحد عنده ثقة بربنا ربنا هي عنديه فوق المشكلة وفي واحد تاني المشكلة بتصحق ه تحتها 5 يقول لكي فتقول امراء يهوز في قلوبهم في قلبهم ان سكان قرشليم قوة لي برب بالجنود. مين أمراء يهوزة دي؟ أمراء يهوزة دولة يمثلوا التلميذ اللي كرزوا بالبشارة. فيقولوا أمراء يهوزة في قلبهم التلميذ قالوا ايه؟ امتلقوا قوة لما الروح القدس حل عليهم وقالوا إن سكان قرشليم قوة ليه برب الجنود إلهم. رب الجنود ده اللي هو الروح القدس. and the governors of Judah the governors of Judah refer to the disciples when they breached the gospel to all the nation shall say in their heart when the Holy Spirit descended and filled them with the power the inhabitants of Jerusalem are my strength and the Lord of Hostess their God. فالهولي Spirit gave them the power and he converted them from ordinary people from the people like any people else the poor people the fishermen and God converted them to governors of Judah. It means that you are the king because you are the son of the king of kings. ده بيقول لنا هنا أن أمراء يهوزة اللي هو أنا وإنتو هنقول في قلبنا أن ربنا معانا ما نخافش. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوزة. مين أمراء يهوزة دولة قلت لكم؟ التلميذ اللي كرزوا. ممكن يكون أنا وإنتا في الخدمة. ممكن يكون السورفنس في الخدمة في الكنيسة. بيقول لهم في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوزة كمصباح نار بين الحطب. I will make the governors of Judah like a fire pan in the wood pile. Fire pan in the wood pile. يعني إيه؟ يعني مصباح fire. To light the darkness. To know where. يعني ربنا خلى التلميذ لما يروحوا في البشارة بتاعتهم ينوروا مخي العالم العيش في الظلمة ده. فخلهم كمصباح نور بين المين. الحطب. مش كده؟ أنتم معاكم النسخة الإنجليش. فالحطب مكتوبة إيه؟ In wood pile. Wood pile means the people who lives in darkness. So God will give you like a fire to enlight their darkness when you breached the gospel to them. وبيقول لك وكمش عالنار بين الحزم. مش عالنار بين الحزم. بيقول إيه؟ Like a fire liturge. In the sheevers. What is means fire liturge. So you are. هتبقى إيه؟ هتبقى حاجتين. معايا أول حاجة إيه؟ Light. تنور. ونمرأتنين fire. Light to light the darkness. In the mind of the unbelievers. To enlighten them. To fire. What is means of fire? تحرق. يحرق إيه بقى؟ Like the fire will burn all the lusts and all the bad habits. So he will purify you. Like the gold. When you put the gold in the fire, it will be purified more and more and more. فرق بين الدهب الـ 21 ودهب الـ 24 ودهب الـ 18. مقدار النار اللي قعد فيها. فالنار بتنقي. فربنا بيقول كده. هخليكم كمش عالنار بين الحزم. فيأكلون كل الشعوب حولهم. يعني إيه يأكلون كل الشعوب حولهم. It means spiritually to preach the gospel to all the nations. So you will enlighten their minds and you will help them to fire and to burn out their lusts, their bad desires, their sins. You will purify them by the Holy Spirit will incite them. وقال لهم بقى إيه؟ عن اليمين وعن الإيه؟ اليسار. يعني إيه؟ إيه اليمين واليسار؟ اليمين رمز الشيطاني حربك يسموها الأباء ضربات يمينية. يعني يقولك إيه يقولك أنت حلو. أنت بقيت جميل. أنت بقيت روعة. أنت بقيت إنسان عظيم قوي. ده أنت بتصلي أحسن من الناس كلها. واو ده أنت بقيت تقرأ الإنجيل وبقيت عظيم خالص. ده أنت أحسن من الناس. فتفتكر في نفسك أن أنت بقيت أحسن. دي اسمها ضربة إيه؟ يمينية. طب ضربة يسارية إيه بقى؟ يوقعك في الخطيئة ويقولك إيه؟ أنت ناجس ما ينفعش تصلي ما ينفعش تقرب لربنا نفس الشيطان اللي بيعمل دي بيعمل دي فهنا معناها حولهم عن اليمين وعن اليسار يعني أنت هتنور الناس وهتفهمهم إنه في ضربات يمينية وفي ضربات إيه؟ يساري. ما بداية يتوقفهم؟ كم أنت بالذكر تقرب بيعمل دي بيعمل دي بيعمل دي بيعمل دي بيعمل دي لأسهن أتفاقت بنياها wow you are very good you pray a lot you fast you pay your tenth and you come to the church and your heart is pure so you are better than the other people so when you think that in your mind this is a right hand strike from the devil what does that mean with the left left hand it means the same devil who came to you and told you you are a saint you are saint you are holy one you are the best at the second day he will envy you he will put you the sin and when you fell into the sin the same devil came to you and said you are not worthy even to pray you are not worthy to go to that church you are not worthy to share with the believers anything because you are a sinner you have no salvation the same devil said that in time and said that in the second time in the paradise in the paradise of the monk this is a book in the paradise of the monk tell us that story that the devil came to the monk and told him you are very good monk your spiritual program is high and your spirituality is very good so I will come to take you to the heaven like Elijah and he trusted him trusted this this voice and the devil told him go to up at the high level at the top of the fence of the ministry it's a very big wall and he this big wall and he told him throw yourself and the angel will carry you so he went to his father of confession and he told that I heard this voice I think my father this voice from the God from God like Elijah his father of confession warned him and told him no don't don't listen to this this is from the devil don't trust him but he the devil came and told him your father of confession envy you because your spirituality better than him so don't listen to him and this poor monk he went and he get up into the top of the ministry wall and throw himself but there is no angels and he get down and he killed himself so this is right strike one monk he went to him and said you are very bad and you are not worthy to come to the church with your monks you are not worthy to share with them the praises and he still in his cell he crying and he asked God forgive me and he came to him the next day and said wow you are saints like David you have a good repentance and you are not now worthy to come to the church and he told them yesterday you come and said me that and today you change your opinion this is a famous war the war in our spirituality life for here he said what he said said he said he said he said but Jerusalem shall be inhabited again in her own place Jerusalem so stay fast in your place be careful there is a war from the devil and the right war and the left war but our God will give you the power ويخلص الرب خيام يهوذة اولا لكي يتعظم افتخار بيت داود وافتخار سكان قرشانيم على يهوذة يعني ايه دي يخلص الرب يعني ربنا هينقذ the lord will save the tentis of Judah first the tentis of Judah first so that the glory of the house of David and the glory of inhabitants of Jerusalem shall not become greater than that of Judah because there is فيه نوعين من الناس فيه نوع عاملة زي البيت بتاع أرشاليم الجامد وفيه نوع تاني من البشر ضعيف زي التنت الخيام كده طب مين ربنا هيقف مع مين في الاول يقف لك مع الضعيف الاول عشان كده يقول يخلص الرب خيام يهوذة ايه اولا وبعد كده يخلص القول يعني كل لما تبقى ضعيف قدام ربنا دي بتخلي ربنا يسندك اكتر ما تخافش هيسندك حتى لو انت ضعيف هوا بيجي للضعف الاول سلور سيف التنت of judا first what it means التنت of judا التنت of judا refer to the weak people spirituality weak people the spirituality of the weak people so the people begin in their spiritual life so they are beginners so they fall and stand and they fall and stand like the tents but there is another people greater like Jerusalem the building so between us there is in our spirituality life there is a people like a tent and there is a people like the house so which is more strong the house but here god said i will save the tent of juda first because god will protect the weak people first there is a famous there is a famous quote that the devil came to god and told him let me fight against the strong people but i can't fight with the weak people because you are the protector of the weak people but let me the strong people because if you feel that you are strong the grace of god will leave you alone because god protects the weak people so that's why all the time say i am a sinner i need your help our lord jesus i need your help if you think that you are strong and you have a good spirituality wow you are in dangers so the devil will destroy you immediately for a day to in كي يتعظم افتخر يهوز عشان محدش يفتخر انه اقوى من التاني فربنا ينقذ الضعيف في ذلك اليوم يسطر الرب مين بقى سكان ارشالين فيكون العاسر منهم في ذلك اليوم مثل داود يعني ايه العاسر منهم Hellur said we will defend the inhabitants of jerusalem the one who is people among them in that day shall be like david the one who is faithful among them that's the weak among them will be strong like David when David fell into the sin and he committed adultery and he felt that he is a sinner and he weep and he asked for forgiveness from God God gave him the power to overcome his sin but he gave him a punishment so that's God said that in this the faithful one will be like David like David when David rebent God gave him القوة وبيت داود مثل الله مثل ملك الرب أمامهم يعني ايه بيت داود مثل الله يعني ربنا هيجيلنا زي الملك يعني كل الزهورات اللي كانت لإقنوم الابن في العهد القديم كانت زي الملك عشان كده أقولك ملاك الرب أمامهم all the manifestation of the logos of God God the sun in Old Testament he appeared the people like an angel of the Lord ويكون verse 9 عدد 9 ويكون في ذلك اليوم إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتيين على أرشاليم نفس المعنى إني إيه مهما كان اللي جاي على أرشاليم هعمل إيه في هاي هزيله من عدد عشرة ينقل بقى من عدد عشرة العدد 14 يقول إيه فيها اليهود كلمنا المرة اللي فاتت إن اليهود لما أنكروا ربنا فاكرين زكريا لما قالوا بيعوا سوري لما سابهم وقال لهم أنا أنا الرعي مش عايزيني خلاصت دوني الأجرة بتاعتي وفاوز أنا أجرته وثلاثين من الفض فاتكلم على خيانة الشعب للمسيح ويهوزة أنكره هنا بقى بيتكلم على إيه النتيجة النتيجة اللي هتحصل بعد لما المسيح يتصلب إيه اللي هيحصل ما هما صلبو طب إيه اللي هيحصل بعد كده هنشوف بعد كده من الزم 10 إلى الزم 14 زكريا تتكلم عن ما ما حدث بعد المسيح من جيش وإنه رسرقش الهولي الهولي وقال وقال وقفيد على بيت داود وعلى سكان أرشاليم أنا أفيد ربنا لا يفيد أفيد إيه روح النعمة والإه والتدرعات إيه هو الروح النعمة والتدرعات روح القدس and I will pour all the prophecies the Old Testament use pour to the Holy Spirit when the Holy Spirit descended like Joil he said that I will pour my spirit so he said I will pour on the house of David and the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication this means is a Holy Spirit Spirit of grace and supplication ليه قال عليها روح النعمة لأن النعمة دي معنها ربنا ما يدينا حاجة بإيه ببلاش من عنده نعمة من حاجة من عنده وإحنا ما نستهلش لكن هو دانا روح النعمة يعني إيه روح التدرعات روح التدرعات يعني اللي بيخل يربطك بربنا ويخليك تضرع على ربنا الروح القدس فالروح القدس بيرفعك ويربطك بالمسيح عشان كده قال لهم لما أنا هصعد هبعت لكم الروح القدس الذي يأخذ مما لي ويخبركم فيخلي قلبك متصل بالمسيح على طول ويذهب فارما هبعت لكم د вариант سيدي له هبق هو الوحيد وال birlikte الحياةOP نحن بسعارك إنه منسي إذا نحن تجعيكم وآ سببت recycling كم wideارك؟ كم بسعارك؟ فليلاً؟ مليون؟ أمممم المنسيين من العالم لا تكرم فقط لطاف أممم المال of Jesus Christ. So that is very precious. So that's why he gave us free. Free from his part. But we have another part to come to him with repentance. يعني إيه يعني إنت لازم تيجي للمسيح بتوبة. ما ينفعش يقول لك يا ربنا من دين النعمة free وانا هافض العيش في الخطيئة وانا هافضل عيش في الخطيئة وانا هافضل عيش في الخطيئة وانا هافضل free. No. There is some Protestant idea that's it. Come to Jesus with your sins and he will purify you. What's your action? There is no action. No action? No. You have to do something. This is if you have a God give us like a check in bank. He give you millions of dollars but you have to go to the bank and take the check to you. Take this money. So our way to bank our effort to bank and waiting and still waiting to get the money this is our effort this is our struggle this is our spiritual struggle it's not worth anything because you know get them millions of dollars you will don't remember that oh I pay 50 cent gas and I wait like 10 10 minutes waiting it's not worth anything it's free free from him because you can't be anything inside it but you have rule you have to do something you have to come to him feeling you're weak come to him with repentance and you will receive this free gift for you so that's why this is a free gift and also the spirit of supplication what is the means of spirits of supplication the Holy Spirit inside your heart make a connection between your heart and between God in heaven so that's why when you pray you pray according to God in the prayer meeting we stand and pray but actually who leads the prayer the Holy Spirit the Holy Spirit leads the prayer he told me sing this song tell the people that so in the beginning of prayer I told God use me use me to feed your people get your Holy Spirit lead me because your people waiting for your grace this is the spirit of supplication روح التدرعات يخليك مع ربنا كده انت واقف ايه معاه يقول معلمنا بولس في روميا لأن محبة المسيح قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلى نحفظوها روميا خمسة خمسة اطلعها لكم تانية روميا خمسة خمسة يقول ايه محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتى لنا هارهلكوا كده جميلة قوي بصوا روميا خمسة خمسة روميا خمسة out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us so the Holy Spirit pour the love of God inside your heart so if you have in no communication between you and between the Holy Spirit so this is a problem you can't feel the the love of God this is the action the Holy Spirit the Holy Spirit connect you with Jesus Christ and our Lord Jesus Christ get us to the God the Father so God the Father God the Son God the Holy Spirit act together to lift the human being into his love and there is another one in Hebrews 10 and also this is a very very good verse about the Holy Spirit and the blood of Jesus Christ in the message of Saint Paul into Hebrews Hebrews close chapter 10 Ibraniin chapter 10 عدد عشرة verse 28 verse 28 لو طلعنا chapter 10 verse 28 بصوا بيقول ايه بقول لس الرسول بلوب من خالف نموس موسى فعلى شهدين او ثلاث شهود يموت بدون رقفة يعني اللي كان يعمل حاجة ضد الموس موسى كان يجبوه يبقى فيه اثنين شهود او ثلاثة شهود يشهدوا عليه يموتوا يموت بدون رقفة فكم عقابا اشر بيقارن بقى تظنوه انه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا واصدره بروح النعمة شوف عقوبته هتبقى قد ايه بقى دوت ده معنى الانسان اللي بيسيب المسيح ويروح لأي ديانة تانية ويسيب كأنه داس ابن الله وحسب دم حسب دم العهد حاجة عادية يعني ناجسا بالنسباله واصدره بروح النعمة ستاولى between the oldest testament this guy and in the new testament of how much worth punishment do you suppose will he thought worthy who has trampled the son of god under foot it means that he denied the christianity and he left the christianity after he he enjoy the spirit of supplication and spirit of mercy and the grace and he refused all of that he like he trembled the son of god under foot counted the blood of the covenant this is the blood of jesus christ by which he was sanctified a common thing common thing it's like some something it's not worthy and insulted the spirit of grace insulted the spirit of christianity this is the holy spirit so the people will deny christianity and converted into other religion they trembled the son of god and they also uh sent the uh counted the blood of covenant the blood of jesus he was sanctified a common thing and insulted the spirit of christ so the holy spirit we get back to uh to zakkariya verse 10 небình and rins��ano well after all when somebody hunt after him where mont Chinese he who be he 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 rolls he I I I I I I I I كنائح على وحيد له يعني إيه اللي بعيط على ابن وحيد مات ويكونون في مرارة عليك من هو في مرارة على بكره يعني إيه this is a punishment punishment for whom for the Jews who they crucified our Lord Jesus I will pour the house of David and the inhabitation of Jerusalem the spirit of grace and supplication then they will lock on me whom they purse it they purse it yes they will mourn for him as one mourns for his only son and grieve for him as one grieves for the firstborn firstborn you remember that أرض مصر لما ربنا ضرب الأبكار وماتوا كانوا بيعودوا عياتوا على عيالهم فاليهود هي عياتوا على المسيح اللي هم صلبوه كزي إيه زي الوحيد اللي بعيط على وحيد لابنه يعني إيه يقولوا يا ريت إحنا عملنا كده صلبنا المسيح المسيح جالنا وصلبنا رفضنا نعترف به ويعودوا يعياتوا ويبكوا عليه دي هتكون في الأيام الأخيرة عشان كده اليهود في منهم هيرجع يؤمن بالمسيح this verse talking the second part in this verse talking about the reaction of Jesus in the end of days before the second coming of Jesus Christ they yes they look to me whom they pierced they will mourn for him as one mourn for his only son because he's he's the only God for them and grieve for him as one grieves for the firstborn that actually what happened in Egypt when Jesus when our Lord God struck all the land of Egypt and he killed in the tenth plague he affected the firstborn and he killed the firstborn so all the Egyptians mourn and weeps about their firstborn there is a comparison what will happen at the end of days the Jews will remember that they crucified their God the incarnated God come to him and they refused him and they crucified him that's why at the end of the days a lot of Jews will come back to Christianity and they will be a good witness to Lord Jesus they will tell the people wow we discovered that actually that the Messiah is our Lord Jesus Christ so we are not waiting for another one now the Jews waiting for another Messiah but when at the end of the times they will feel that Lord Jesus is the Jehovah of the Old Testament في ذلك اليوم يعظم النوح في أرشاليم in that day there shall be great morning in Jerusalem like the morning of Hadad Ramon in the plane of Magiddo كان في حرب حصلت في مجدو وقتلوا فيها الملك يوشيا المصريين قتلوا الملك يوشيا فالشعب خد الملك يوشيا وقعد يعيط عليه دي أكشو ولا مكتوبة في مراسي قرمية يقولك سقط إكليل رسنا ويل لنا لأننا قد أخطأنا شالوا المركبة اللي عليها جثة يوشيا وقعدوا يعيطوا في شوارع أرشاليم فدي حصلت بالضبط فهنا زكريا يستشهد بيها يقول في اليوم ده هيعود يبكو وينوحو على المسيح زي ما يكون يوشيا اللي مات زكريا في 11 يتحدث إلى شيئا ما حدث في المسيح يوشيا عندما كان يوشيا مع الإجيبشان الإجيبشان قتلها وتنوح الأرض عشير عشير على حد عشيرة بيت داود على حد ونساقهم على حد عشيرة بيت نسان على حد ونساقهم على حد عشيرة بيت لاوي على حد ونساقهم على حد عشيرة شمع على حد ونساقهم على حد عشائر الباقية عشيرة عشيرة على حد ونساقهم على حد يعني يعني كل الشعب اليهودي هيقعد يبكي لأن لم يكتشفوا أن الصلاة بودة كان هو والمسيح فبيقولك يابكي كل عشيرة على حدتها بمعنى ايه؟ بمعنى كل الفئات هتعيط وكله هيندم يعني الندم هيطلع يوصل لكل واحد للكهنوت والنسل الملكي بيت نسان وبيت داود وعشيرة شمعي القيادات والكهنة والمعلمين اللي اشاروا بصلب المسيح واللي رفضوا المسيح واللي رفضوا حبه وفداءه واتهدوا ولاده وقادوا اليهود كل دول هيعودوا ايه؟ يعيطوا على حدتهم وما فيش تعزية هتكون لهم خالص غير انهم يرجعوا يأمنوا بالمسيح from verse 12 to verse 14 this is the example every and in the land shall mourn every family by itself the family of the house of David by itself and their wives by themselves the family of the house of the family of the house of David it means to the leaders the big leaders of the Jews and the house of Nassan Nassan it means the prophets the prophets because Nassan is a prophet so it refers to the prophets the Jews prophets in the end of days هياعملوا they will mourn so all the people will mourn mourn so the mourn will be totally all over the Jews and even in the same house the husband will mourn and the wife will mourn there is no comfort he can't comfort his wife and his wife can't comfort him because they crucified Jesus they refused him they persecuted the disciples they killed the disciples they killed the prophets and in the end of days there is no Messiah came so they will remember wow this is the Lord Jesus Christ so the Jews between their hands the prophets toward them at the end of the days فنلاقي هنا ايه بقى عايز احكيلكو على حاجة بسرعة المرن بقى بتاعتهم هنا قالك المرن ايه افتكروا كم مرن هنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة في خمسة نوح there is five difference of mourns number one mourn of the first born of Egypt الماتوا في مصر second mourn the mourn of people on the death of Joshua their king and the third mourn the mourn it happens at 70 AD when the captain of Roman Titus destroys the altar and he burned the altar and he killed like million and half Jewish people inside Jerusalem so they mourn in that day so number one mourn on the Egypt first born number two mourn on the the people on Joshua and their king Joshua number three the mourn which happened at the distillation of the Jerusalem in 70 AD number four the mourn now now the Jews come to Jerusalem in the wall and they mourn true what is the meaning what is the meaning of that so so I encourage you you want to go to Jerusalem and stand in this wall and gave them Zechariah chapter 10 gave them Zechariah chapter 10 from verse 11 so from verse 10 to verse 14 and gave it to them this is your mourn Zechariah prophesies about your mourn today after Jesus by two thousand years there is no temple there is no sacrifices there is no priesthood there is no burning sacrifice when they worship idols God allows them to go to the papillion for 70 years so my question is that why God prevents you from your your altar and your temple two thousand years the answer is because you crucified your savior Salab to the Messiah this is the actual thing this is the answer why you mourn today why God prevent us to pray in the temple and the temple destroyed until this time because you crucified your savior like Isaiah said in chapter one Isaiah refer to Isaiah أشعية أشعية شابتر ون تعالوا كده نرجع لأشعية شابتر ون يقول ايه في العهد القديم أشعية بيتكلم على الله يحصل لهم وان رمسيح قال لهم وهم ايه مش فهمين ورفضوا يقول ايه آيزية sorry آيزية yes ايجا شابتر وان verse two سمع اياتها السماوات وازغي اياتها الارض الرب يتكلم ربنا اللي بيتكلم بيقول ايه ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي الطور بيعرف قني يعرف صاحبه والحمار ما علف صاحبه اما اسرائيل لا يعرف شعبي لا يفهم again verse two our lord jesus christ said that in the old testament hear o heavens and give ear o earth for the lord has spoken the lord said i have nourished i brought up children and they have repealed against me they repealed against me the ox knows its owner and the donkey knows its master crab but israel does not know my people does not consider everyone know his owner and i am the owner i am the god of this nation israel i came to them but they don't consider they don't know me there is a mourn in the first porn of egypt our lord master this is a porn on the death of joshie and the people of jerusalem make a mourn towards him and there is a mourn on the distillation of jerusalem destruction of jerusalem in 70 80 and now there is a mourn from this time 70 80 until the second coming of jesus there is no temple so there is a mourn in the front of the mourning wall mourning wall in the temple now and finally at the second coming of jesus all the jews will not believe in him they mourn when they suddenly saw him come from the cloud and he declared his reign all over the earth and the angel sang to him and they mourn wow we don't know him we don't believe in him but there is no repentance the door of repentance closed closed because jesus left the holies of holy now there is repentance why because now our lord jesus in the holy of holies he intercedes on our behalf but when he leaves the holy of the holy of holies and he will come again so there is no repentance at all the door of repentance is shut down that's why all the people will mourn when jesus came and they said forgive us forgive us and they try to hide themselves under the mountain under the care there is no repentance wow it's amazing there is something great in the book the the good I know I don't have to touch to I don't I don't I I don't we finished chapter 12 so next Tuesday we will discuss chapter 13 so please read it a group we have a woman and the We would call him chapter 13 on the the chapter the تيرتين ان شابتر فورتين توكينج عبود زانيو جروسل ام زانيو جروسل بزات شورش زا كريسشان تشورش ناو انزا نيو تس ربنا يديكو بركة ويديكو نعمة ويحافظ عليكم متاعكو بالكتاب المقدس لإلهنا كل مجد وكرامة من الأبان والأباد بالنسبة لشعب الكنيسة بنبه عليكم الناس اللي بتخش على الكالندر عشان يحجزوا القدسات بيلاقوا اسبوع الألام مش موجود خالص مش معناها متحجز لا لو رجعتوا بريز لما بنبعت لكم ايميل اقرو احنا بنتلاكوا رسالة بالعربي وبالانجليش الترجمة بتاعتها احنا لسه ما بعت ما بعتش اسبوع الألام اسبوع الألام هيتبعت لكم ان شاء الله الاسبوع دوت هيجيلكم اسبوع الألام تقدروا تحجزوا فيه وهيجيلكم شرح كل التقس ان شاء الله عملنا فرصة كبيرة نخلي عدد كبير يحضر ويعني هتشوفوا كل الشروط والحاجات ديت والاسبوع الجاي ان شاء الله في الاجتماع نوضحها أكتر لكم وهتكون واضحة في الايميل اللي هيوصل لكم ان شاء الله دي اكتر حاجة قدرنا نوصل لها بحيث ندي فرصة لكل الناس تحضر وتستمتع بالاسبوع ده خصوصا ان احنا اتحرمنا منه السنة اللي فاتت فان شاء الله يبكون اسبوع جميل عليكم الهوليويك واسبوع الألام ونعيش فيه الامجاد الجميلة تفضلوا نصلي اشتركوا في القناة